البحرين أكدت هالة الأنصارية للمجلس الأعلى للمرأة خلال لقاء مجموعة التركيز نظم هالة المجلس حول قانون الحماية من العنف الأسري بين النص والتطبيق أكد على أهمية متابعة تنفيذ القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان سجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع مضيفة أن هذا اللقاء الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ومواكبة لفعاليات يوم المرأة البحرينية حيث يركز على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري من أجل التأكد من جهزية مملكة البحرين لاستكمال منظومة الوقاية من العنف الأسري ومتابعة اتخاذ وتنفيذ التشريعات والسياسات والخدمات المعنية بهذا النوع من العنف من منطلق المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين تعد الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع إذ جاءت الأستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري لتكون داعمة لكل التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حياة خالية من العنف بشكل عام وتحمي المرأة تحديدا من كافة أشكال العنف الجسدية أو النفسية أو حتى الاقتصادية القائمون على الاستراتيجية يدركون بأن هذا لن يتحقق إلا إذا كان هناك تكامل وترابط بين حلقات المجتمع وأن تكون الأدوات سواء التشريعية أو القانونية مهيئة لبيئة تستوعب حقوق المرأة وتحترم إنسانيتها نحن دورنا كسلطة تشريعية دور كبير جدا نشكر طبعا المجلس العلالي هذه البادرة لأن فعلا وضعنا اليوم أيدينا على كثير من الثغرات التي يجب أن نتصدى إليها ويجب أن نضع يدنا على هذه الثغرات من أجل أن نلم هذا الجانب ونوجه توجيه صحيح نحو الاستراتيجية الوطنية السلطة التشريعية مع المجتمعات المدنية مع المجتمعات القضائية اللي هم المختصين في القضاء سواء المحامين ولا القضاء كل هذين يد بيد ممكن يطابقون هذا القانون اللي صدر ونفتخر بوجود هذا النوع من القانون عندنا طبعا مشكورة أول شيء سمو الأميرة على العمل والمتابعة على أصدار هذا القانون لحماية المرأة البحرينية في المجتمع البحريني الحلقة النقاشية حول العنف ضد المرأة والتي نظمها المجلس الأعلى للمرأة استطاعت أن تخرج بتجارب ناجحة وأن تقرب أيضا وجهة النظر بين المشاركين هذا المكتب يتلقى الشكاوي الأسرية التي تقع بمحيط الأسرة المكتب هذا يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحماية للضحية وضمان حقوق الضحية وكذلك توفير البيئة الملائمة لنجاح الحل التي تقوم في الجهات الأخرى التي هي شركاء لنا بمكتب حماية الأسرة موضوع العنف الأسري موضوع مهم بالنسبة إلينا ولكن ننظر له من زاوية موضوعية وليس من زاوية إعلامية فقط نحن عندنا كثير من البرامج التي نسعى إليها في موضوع بالمشاركة مع المجلس الأعلى للمرأة وبالمشاركة مع الجهات الأخرى وخاصة الجمعيات النسائية التي يكونون تحت مضلة الاتحاد النسائي منها ندوات ومحاضرات ونتكلم عن برامج الآن نحن متواجهين البرنامج الأساسي إلى أنه متشباب مملكة البحرين تؤمن بأن المرأة هي الوجه المشرق للمجتمع لذا أرادت ومن خلال الاستراتيجية الوطنية التي عدها المجلس الأعلى للمرأة أو حتى من خلال إقرار القوانين أن تحافظ على إشراقة هذا الوجه دوما مملكة البحرين ومن خلال هذه الاستراتيجية تضع يدها بيد المجتمع الدولي الذي يحتفل يوم غد بيوم منهضة العنف ضد المرأة لتدعم هذه الاستراتيجية الجهود الدولية لتحرير المرأة من قيود العنف بكافة أشكاله سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين